محافظة آمنة مستقرة لله الحمد والشكر نسيقنا الاجتماعي منذ الأزال كان ولازال ونشاء الله مضرب المثل ونريد أن يبقى هكذا بإذن الله ونقنب أهلنا وبلدنا ومحافظتنا الأشرار والفتن التي رأيناها حقيقة تدفع بنا إلى مربع لا نتنمى الجميع هكذا عاشت المهارة على جنح السلام بعيدة عن الصراع والمكايدات لا ميليشيات هنا ولا إرهاب غير أن ما تعيشه المهارة منذ أشهر خلت من ظروف صعبة ولحظات قاتمة منذ قدوم القوات السعودية وحلفائها يؤكد أن البوابة الشرقية لليمن باتت هي الأخرى عرضة للأخطار لأن حرصنا الأول والأخير على حفظ هذه المحافظة وأبنائها من الفتن ومن أي شيء ضربنا حاولت الإمارات استنساخ تجربة الأحزمة والنخب ضمن مساعيها للسيطرة على الموانئ والجزر بما في ذلك جزيرة سقطرة لكن ذلك الأمر اصطدم بجدار من الرفض الشعبي حينها وأطلقت المهارة صوتها محذرة من ملشانة المحافظة المسالمة سرعان ما تشكل حراك شعبي مناهض لوجود قوات أجنبية في المدينة شارك فيه عدد من القيادات في السلطة المحلية غير أنهم سرعان ما أقيلوا من مناصبهم القوات السعودية فرضت أمراً واقعاً على المحافظة حصار غير معلن تفرضه القوات السعودية والقوات الموالية لها على منفذي صرفيت وشحن بعد أن حولت مطار المهارة إلى ثكنة عسكرية وسجون لمعارضيها المخاوف من الوجود العسكري السعودي في المهارة له ما يبرره ناهك عن الانتهاكات التي تمارسها هذه القوات في المحافظة يراهن المهاريون على تماسك المجتمع رغم المخاوف الكبيرة من تحول المهارة إلى ساحة صراع بين أبناء المحافظة نفسها جراء التصعيد ضد ما يصفون بقوى الاحتلال هذا إلى جانب استحداث دار للحديث ومراكز دينية سلفية هي الأخرى تعد مؤشرات خطر على السلم الاجتماعي المهري تسعى المملكة إلى تثبيت أركانها في هذه المحافظة مستندة على القوات الموالية لها آملة بغض طرف عن تحركاتها المشبوهة في محاولة لمد أمبوبها النفطي واستحداث ميناء خاص بأنشطتها النفطية بالتزامن مع اجتماع البرلمان المؤيد للشرعية دعت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهارة المجلسة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ورفض الأطمع الخارجية في المحافظة يقول المهاريون في بيانهم إن تدخل السعودي يمثل تعدياً وتحدياً لإرادة أبناء المهارة وفرضاً لأجندة السعودية بالقوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر